استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير المالية أحمد كوجك عددا من ملفات العمل حيث اطلع مدبولي على نتائج مشاركة وزير المالية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي يينب واشنطن كما اطلع على الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبعية حيث أكد وزير المالية استمرار العمل على المبادرة بما يسهم في تحقيق المستهدفات التي وضعتها الحكومة ومن بينها خفض الانبعاثات الكربونية المنبعثة من السيارات المتقادمة والعمل على استبدالها بسيارات ذات انبعاثات أقل وخفض استهلاك الوقود